موسيقى يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا النهاردة في الحقيقة الحلقة هتكون مهمة جدا ومليئة بالعديد من الأخبار اللي بتهم كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان وأيضا كل جمهور الكرة المصرية بشكل عام النهاردة في الجزء الأخير من حلقتنا هنستضيف الأستاذ هيسم نبيل مدير موقع يلا كورة عشان نتكلم في مختلف القضايا المتواجدة على الساحة الرياضية المصرية والعالمية أيضا وأكيد هيكون معنا العديد من الأخبار بتخص فريق كرة القدم من فريق الأول اللي بستعد المباراة غاية في الأهمية غدا إن شاء الله أمام فريق حرية كونكري الغيني في ربع نهائي بطول الدوري أبطال أفريقيا وبتحديد مباراة الزهاب اللي بتقام في أو اللي هتقام في غينيا هناك في كونكري عسامة كونكري أكيد هتكون مباراة هامة جدا نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للجهاز الفني واللعبين في ليل هذه المباراة لكن خلينا نخش في الحلقة سريعا ونروح نشوف أهم عنوين حلقتنا النهار الأهل يخود مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بطل غينيا كثيرون يعقد مؤتمرا صحفيا الحديث عن بطل غينيا كونسول مصر بكونكري الأهل نشر السعادة في غينيا صالح جمعة يفسخ عقده مع الفيصالي السعودي أزمة جديدة بين محمد فلاح والجبلان اتحاد القرى يستعين بحكام من تونس لمباريات الدوري وطائرة خاصة للمنتخب للسفر إلى سويزلاند أمور كتير أكيد هنتكلم عليها النهاردة خلال حلقتنا النهاردة المستمر الحد ساعة 6 ونص سيكون عندنا عديد من الأمور الهمة والتي تهم كل المصريين بشكل عام وتحديد في المجال الرياضي لكن خلينا الأول كده نروح لي زميلنا المميز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي في غينيا عشان يطمننا بشكل عام على بعثة النادي الأهلي قبل 24 ساعة من انطلاق مباراة الأهلي أمام فريق حرية كونكري ألغين شكرا لك يا زميل أمير تحياتي لك وتحياتي طبعا لكل مشاهديك ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان لليوم التالت على التوالي طبعا هنا في كونكري العاصمة غينيا مباراة النادي الأهلي وحرية كونكري ألغيني يوم الجمعة في الساعة الرابعة عصرا السادسة مساء بتوقيت القاهرة عايزة أبدأ معك أمير على التوقيت لأن فيه ممكن زي ما قلنا لغط كبير جدا فيه توقيت المباراة تم التأكيد من مندوب الاتحاد الأفريقي مندوب أيضا كمان نادي حرية كونكري ألغيني الساعة الرابعة عصرا هنا بتوقيت غينيا السادسة مساء بتوقيت القاهرة هتكون مباراة النادي الأهلي وحرية كونكري يوم الجمعة إن شاء الله وأكيد بنتمنى إن شاء الله تكون المباراة بالنصيب النادي الأهلي لو بكلمك على الكواليس الأمور الخاصة فندق الإقامة لتدريبات النهاردة اليوم كان ماشي إزاي بالنسبة للفريق النادي الأهلي اليوم الفريق كان بيستعد بكل قوة حالة التركيز الكبيرة والشديدة جدا اللي احنا لمسنا هنا على أرض الواقع من فندق الإقامة من خلال أحاديث اللاعبين مع بعض التجمعات مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف بيقوموا بدور كبير جدا بيشتغلوا على الجانب النفسي بشكل كبير وبالتحديد كمان مستر باتريس كارتيرون بيحاول أنه يبقى في حديث فردي مع اللاعبين حديث جماعي مع اللاعبين على طول بيحاول أنه يكون قريب من اللاعبين وده منعكس بشكل كبير جدا بنشوف في التمرينات لعيبة سعيدة اللاعبة عندها راحة نفسية في التدريبات وده بينعكس عليها جدا باللغة الكرة بنقول أن العيب في الملعب بيطلع كل ما يملك من قوة طبعا بالنسبة للمباريات أو بالنسبة للتدريبات وأكيد طبعا بتكون شيء مفيد جدا للجهاز الفني وأيضا كمان بيعود بجانب كبير جدا على اللاعبين سواء اللاعبين كمان اللاعبين كمان اللاعبين بتاخد فرص بسيطة جدا لو برجع معك زميل أمير النهاردة اليوم بالنسبة طبعا صباحا كان فيه الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وحرية كونكري الغيني حضروا الكابتن محمد يوسف القائم بعمال مدير الكرة والمدرب العام كابتن سمير عدلي المدير الإداري كابتن مار عبد العزيز أيضا كمان الإداري تم الاتفاق طبعا كالعادة على كل الأمور الخاصة الروتينية طبعا للتوقيت يكون وصول اللاعبين قبل طبعا انطلاق المباراة بساعة ونصف عدم الاعتراض على التحكيم لابد يكون فيه مصفحة في البداية ومصفحة في النهاية عقب انتهاء المباراة كمان النادي الأهلي إجباري خلاص يمكن نظرا لي فريق حرية كونكري يرتدي القميس الأحمر والشرطة الأحمر ايضا كمان الجورب الأحمر النادي الأهلي هرتدي الأزرق فيها الأزرق فيها الأزرق كلون إجباري طبعا نظرا لي أن حرية كونكري بيرتدي الطاقم اللي بيرتديه النادي الأهلي وهو اللون الأحمر المعتاد انتهى طبعا الاجتماع الفني يليه مباشرة المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الأهلي حضور مستر باتريس كارتيرون المدير الفني كابتن حسام عشور كابتن فريق النادي الأهلي يمكن كان فيه عدد كبير من الصحفيين حاولوا أنهم طبعا يسألوا مستر باتريس كارتيرون إزاي بيشوف فريق حورية كونكري الأجواء هنا والتقس كمان ويمكن لو بنتكلم عن التقس أمير الأمر هنا صعب جدا في غينيا تقلب الجو والتقس يمكن أول مرة نشوفه طبعا في أفريقيا عارفين أن أفريقيا فيها أمور أكتر من كده كمان لكن الحالة هنا في الأيام دي صعبة جدا أمطار غزيرة جدا جدا على مدار اليوم صباحا ومساءا يمكن بتعوق شوية السير بالنسبة لبعثة النادي الأهلي في التدريبات البلد هنا يمكن زحمة شوية فيه أمر يمكن بيعوق اللعبين كمان العودة بتبقى صعبة شوية بالنسبة للنادي الآلي فيه تأمين طبعا متواجد هنا فيه طبعا ببعثة النادي الآلي كالعادة لكن هنا يمكن الشوارع والأمور والبلد يمكن ضعيفة شوية لكن بنتمنى إن شاء الله التقس يوم المباراة يكون مهيئة لفريق النادي الآلي بلغة الكورة أمير زي ما قلنا الملاعب هنا يمكن كلها نجيل صناعي هو ملعب المباراة 28 سبتمبر هو نجيلة طبيعي لكن أكيد بلغة الكورة بيبقى فيه برق مية فيه مية بتبقى غذيرة جدا فيه الملعب بنتمنى إن شاء الله يوم المباراة يكون التقسم وهي جدا لفريق النادي الآلي أسئلة المعتادة طبعا بأهم لعيب شايفوا الزافي حورية كونكري يمكن مستر فاترس ذكر داودة رقم 9 يمكن لعب مميز جدا في خط الهجوم وشانسي أصلا كمان رقم 30 اللي هو بيلعب على طرف الشمال أو إن جشمال يمكن دا لعب مميز جدا قال لي يمكن هو فريق مميز لكن احنا مستعدين بشكل كبير النادي الآلي بطل النادي الآلي هدفه الوحيد هو الحصول على البطولة الأفريقية والوصول إن شاء الله للإعلامية كعادة النادي الآلي وكعادة كمان جمهور النادي الآلي اللي أكيد دا حلم كبير بالنسباله إنه يعود لي المكان العالمية من جديد النهاردة كمان زميلة أميرة اختتم النادي الآلي تدريب والأخير في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المباراة على ملعب 28 سبتمبر اللي هيستقبل مباراة النادي الآلي وحرية كونكري تم السمح طبعا كالعادة للصحفيين الإعلامين المتوجدين ب15 دقيقة فقط للتدريب بعد كده طبعا يكون تدريب بمغلق لفريق النادي الآلي والأخير مستفتس النهاردة هيحاول أنه يستفيد من التدريب بشكل كبير النقاط طبعا يحطان نهاردة التشكيل التكتيك أمور كثيرة جدا إن شاء الله بنتمنى أن النادي الآلي يستفيد بشكل كبير من التدريب اليوم وإن شاء الله بإذن الله المباراة تكون من نصيب النادي الآلي عندنا ثقة كبيرة في لعبة النادي الآلي بإذن الله أن هم يعودوا هنا من غينية بتلت نقاط همين جدا في مشوار النادي الآلي في البطولة الأفريقية وأكيد أمير طبعا أكيد أنكم مستمرين معاكم لحظة بلحظة لإنلك كل الكواليس الخاصة بفريق النادي الآلي وبعثة فريق النادي الآلي أعود لك زميلي أمير بشكرك يا كريم شكرا جزيلا طبعا كريم أحمد مرسلنا ومرافق بعثة النادي الآلي في زانيا طبعا مننا بشكل كبير جدا على بعثة الفريق واستعداداتهم لمباراة الغد أمام فريق حرية كونكري الغيني لكن طبعا في البداية عايز أقول لكم كمان من السنين تفعلكوا على صفحات قناة النادي الآلي المختلفة سواء فيسبوك تويتر وإنستجرام طبعا سوف أقولكم معنا مهم جدا وسؤالنا هو توقعاتكم لمباراة الأهلي وحرية كونكري الغيني إن شاء الله جدا النتيجة تتوقعوها كام أكيد إن شاء الله كلنا نتمنى الفوز للنادي الأهلي أو تحقيق نتيجة إيجابية على أقل تقدير عشان تساعد الفريق إن شاء الله في مباراة الإياب في القاهرة إن شاء الله يعني بنسبة كبيرة هتكون في القاهرة والنادي الأهلي يقدر من خلال المباراة يتأهل لدور نصف النهائي من هذه البطولة الهمة جدا جدا لكل بمور النادي الأهلي واللي اشتقنا لها بشكل كبير قوي ومستنين كمان إن شاء الله نوصل لكاس العالم للأندي كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في مباراة الغد واللي إن شاء الله خلاص هي هتكون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت غني يعني مباراة خلاص الساعة ستة بتوقيت القاهرة لأن البعض كان بيسأل عن معاد المباراة خلينا دلوقتي نروح نشوف أبرز الأخبار اللي اتكتبت في صحف النهاردة عن النادي الأهلي جالت تلمسى قالت مجلس الأهلي يعتمد اللائحة اليوم الوفد مجلس الأهلي يجتمع الليلة لإعتماد صياغة اللائحة والخطيب يوجه خمس رسائل للعمومية الشروق اليوم الأهلي يعتمد الصورة النهائية لللاقاحة النظام الأساسي وكارتيرون التتويج بدور أبطال أفريقيا هدفنا الأول اليوم السابع كارتيرون يستعين بدكة الأهلي لمواجهة لعنة الإصابات أمام حرية المجلس يعتمد 31 تعديلا في اللائحة بالتمرير أعادة تشكيل المكتب التنفيذي وموافقة العمومية شرط إسقاط العضوية روزا اليوسف ثلاث أشباح تواجه الأهلي في كونكري الزحام الأمطار والملعب الأخبار المسائي الأهلي جاهز لحرية الفريق يؤدي تدريبه الرئيسي على ملعب 28 سبتمبر وكارتيرون يحسن التشكيل الوطن الأهلي ينهي تدريباته لضرب حرية بالخبرة وقطة متوازنة الجمهورية كارتيرون يراهن على الوسط والتسديد من بعيد الأهلي يستعد الإخماد صورة بطل غنية بالفجير الأخبار فرسان الأهلي جاهزون لاستياد حرية في كونكري كارتيرون يستقر على خطة المواجهة ويطالب بالتركيز ويحذر من المنافس الوفد الأهلي كامل العدد قبل لقاء حرية والمجيل الصناعي صدع في رأس الجهاز الفني المساء قبل 24 ساعة من مواجهة الحرية الأهلي خايف من المقالب الأفريقية في غنية كارتيرون نواجه فريقا عنيدا وهدف إسعاد الجماهير الأهرام كارتيرون العيب الأهلي حل ملاقب دور الأبطال الأفريقي يبدأ مع من كونكري وهدفنا إسعاد الجماهير الفريق يختتم تدريباته اليوم ومؤتمر صحفي للمدرب وتأمين خاص للبعث الأهرام النادي يطلب إقامة مباراة العودة بستاد السلام 22 سبتمبر بحضور 25 ألف مشجع أخبار أكيد مهمة جدا مثل العنوين اللي كتبت في صحف النهاردة عن النادي الأهلي وبالتحديد مجلس إدارة الأهلي يجتمع الليلة الاعتماد صياغة اللائحة وده يمكن خبر مهم جدا أن النادي الأهلي خلاص بعد الفترة اللي فاتت كان فيه مشروع لايحة تم عرضه على أعضاء الجماعية العمومية وأيضا على جمهور النادي الأهلي من خلال التواصل معهم ومجلس إدارة النادي الأهلي علشان يقولوا رأيهم وملاحظاتهم بخصوص مشروع لايحة النظام الأساسي والجميل كمان من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي أنه هو عمل بريد إلكتروني علشان يتواصل معه الأعضاء مش بس الأعضاء لا كمان جمهور النادي الأهلي علشان اللي أرى اللايحة وشايف أنه هو محتاج يعدل أي بند يكون طبعا مناسب للوساط الأولمبي وأيضا القانون والدستور المصري وكل الأمور المهمة لازم يكون طبعا اللايحة متناسقة تماما مع هذه الجوانب فبالتالي اللي شايف من خلال هذا المشروع بالتحديل أنه فيه أي تعديلات ممكن تكون إضافة للنادي الأهلي بشكل عام للفترة اللي جاية كله أبدأ رأيه وخلاص زي ما احنا شفنا خلال الأخبار كده أنه فيه 31 بند تم تعديله وده بعد التواصل مع أعضاء جمهور النادي الأهلي وكبار الصحفين والإعلاميين والشخصيات العامة فبالتالي ده شيء مهم جدا النهاردة إن شاء الله هتكون السياغة النهائية للاحة النظام الأساسي للنادي الأهلي عشان يتم عرضها على الجامعة الأمامية إن شاء الله يوم 28 من الشهر الجادي علشان يصوت طبعا عليها جمهور النادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي كمان بالتحديد طبعا كمان بالنسبة للأهلي كامل العدد من جريد الوفد نجيل الصناعي صدع في رأس الجهاز الفني زي ما احنا عرفنا من كريم أحمد كده إن كل ملعب التدريب هناك نجيل صناعي لكن الملعب اللي هتقام عليها هذه المباراة هتكون نجيل طبيعي إن شاء الله ما يكونش فيه أي معاقات النادي الأهلي وعنده خبرات كبيرة جدا في الفريق سواء الجهاز الفني أو اللاعبين إن شاء الله أنهم يتخطوا أي عقبات خلينا نروح نشوف دلوقتي المؤتمر الصحفي الخاص بمستر باتريس كارتيرون اللي كان صباح اليوم ومعاه كمان حسام عشول نشوف قاله إيه عن المباراة ونرجع مرة تانية كابتان لديه كالك مينوطاً آرير ما ستكلم يدي أي تعالين كده في التريع فهم أعطي أنا أتلاعب مع فريق اللي بتأهل أول مهار ربع النهائي إن ممكن تضيفه لعبتك أو ممكن تتكلم تقول لعبتك إيه قبل ما تش زايدة فقال زي ما قال كابتن حسام عشور من شوية معظم اللعيبة لعبة توت أفريقيا أنا عندي لعبة لعبة 2880 مباراة في توت أفريقيا فعندهم الخبرة بأمانة أنا ما عنيش حاجة قضي خدهم هم عندهم هم عارفين إزاي يعني يتعامل مع عمالتات زايدية ومركزين كويس جداً وفنيين أنا بحب أرفع مستوى الفني وبيديهم معلمات على الخصب أنا وجهز الفني بتاعي عشان يترسوهم كويس وجهزين بس الباقي بتاعهم وأنا عندي سيقف إمكانياتهم مفتركة وأنا ممكن يعملها بتاعي كويس والسعبات طبعاً الصعبات الرطوبة والأرض ce qui peut être difficile par rapport au climat actuel والجاوة طبعاً مختلف عن جاوة مصر la réponse c'est on est venu aussi très tôt cette semaine le plus tôt possible l'agenda حاولنا نيجي قدر إمكان بدري عشان تأقلم et on a reporté on a reporté un match pour effectivement arriver واجلنا مدورة في الدور عشان نيجي بدري pour laisser nos joueurs nous adaptés عشان خالي لعبتنا تتأقلم مع التقسياني مع التقسياني مع الملعب pour justement avoir un temps d'adaptation عشان عندي وقت لتأقلم لعبين على الجاو قبل المبر وعشان ما يتفاقوش احنا بنحترم اي فرقة بنعبها اي ان كانت صغيرة او كبيرة الحمد لله استعدينها كويس الفاترة اللي فاتوا كلها اجلونا المتشاط بتاعت الدوري كلها عشان نستعد بصورة كويسة انوا بيرتاحين وندخل المتش ده مركزين فالحمد لله الناس كلها مركزة الناس كلها عايزة مكسب دي اهم حاجة عندنا نادي الاهلي بلعب على رقم واحد على طول على البطولة دي اهم حاجة فاحنا جاينا هنا عشان نعمل نتيجة ايجابية ان شاء الله تساعدنا الفترة اللي جاي او المتش اللي جاي يبقى اسهل ان شاء الله طبعا اللعبة كلها لعبة كبار حتى اللي نشفين كلمت عليهم تجرهم لعبة كبار ولعبوا كتير في المنتخبات وعندهم فكرة عن المتشاط اللي الأفروكية فأكيد احنا اهم حاجة التأثيز نبنلعب ماتشين مش ماتش واحد يعني اعتبر رجع النهائي ماتشين ماتش هنا وماتش هناك فنحاول نتفاهد ان شاء الله النهاردة بكرة اننا نعمل ماتش كويز ونزهر بصورة كويزة تليه باسم المجل الاهلي وتليه باسم بلد كمير زي مصر فالاجه كلها الحمد لله مركزة وأكيد انت في التمريم معانا وشارك الماس كلها مركزة نسكن لعلى الب رجل واحد اللي هتعمل تهيئة كويزة ان شاء الله اتفادنا طبعا اكيد كان كلام مهم جدا سواء مستر باتريس كارترون او حسام عشور طبعا لكن بتحديد عايز اتكلم عن جملة قالها مستر باتريس كارترون وقال ان انا عندي اكتر من لعيب لعب و اكتر من 80 مباراة في بطولة دوري ابطال افريقيا فانا اللي هستفاد منهم بشكل كبير يعني صراحة الرجل بيلعب على الناحية النفسية بشكل جيد جدا مع لعاب النادي الاهلي وده اللي لحظناه خلال الفترات اللي فاتت سواء في بطولة دوري او بطولة دوري ابطال افريقيا وده شيء مهم جدا العامل النفسي في التعامل مع اللعابين بشكل عام مش بس يعني لعاب النادي الاهلي بكل اللعابين بتحاول ان انت تاخد كل امكانيات اللعابين خلال هذه التصرحات المهمة جدا ايضا حسام عشور يمكن قال ان هدفنا معروف جدا وهو اللعب على رقم واحد والفوز بهذه البطولة الاسعادة كل جمهور النادي الاهلي طبعا حسام عشور اللعب عنده خبرات كبيرة جدا جدا في بطولات افريقيا بشكل عام واكيد هيكون احد العناصر المهمة جدا ان شاء الله خلال المباراة الغد في حالة جهازيته التمى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز او يحقق نتيجة ايجابية في مباراة الزهاب ان شاء الله امام فريق حرية كونكري غدا ان شاء الله خلينا نروح نشوف كل ما كتب عن نادي الاهلي في المواقع ونرجع مرة تانية فيتو اليوم الاهلي يختتم استعداداته لمواجهة حرية يلا كورة جلسة بين كارتيرون وليد سليمان في فينيو الشروق يوسف الامطار اكثر ما يكلفني من موادهة حرية الوطن كارتيرون يعقد مؤتمر صحفيا مؤتمر صحفيا اليوم الاهرام سبورت تعليمات طبيب الاهلي بتناول كميات كبيرة من المياه والعصائر الموقع الرسمي الاهلي محاضرة بالفيديو للعيد الاهلي مساء اليوم الوطن العمري يهدي كونسول مصر في غينيا درع وعلم الاهلي البوابا نيوز كونسول مصر بكوناكري الاهلي نشر السعادة في غينيا الموقع الرسمي الاهلي تفاصيل اجتماع الفني الموبرات الاهلي وحرية الشروق كومسون خبرة كارتيرون مع مازينبي سلاحنا أمام حرية والاهلي بمن حضر وانسري ميدو جابر يواصل برنامجه التأهيل اليوم السابع مران قوي لمستبعيد الاهلي عن مواجهة حرية الغيني والموقع الرسمي الاهلي طارق خيري تصفيات افريقيا صعبة وايضا الموقع الرسمي للاهلي مودي الجرح يشارك في تدريبات السلة واخر خبر معنا من الموقع الرسمي للنادي الاهلي لجاء الاهلي تناقش نتائج اعمال الفترة الماضية وتطلعاتها المستقبلية طبعا أكيد أخبار عديدة مهمة جدا تخص النادي الاهلي في المواقع الالكترونية بتحديد نتكلم عن مستر باتريس كارتيرون والجلسة اللي عقدها مبارح مع وليد سليمان نجم فريق النادي الاهلي الجلسة عشان كان يتطمن على جهزية وليد سليمان من الناحية الطبية وأيضا من الناحية الفنية شكل كبير من اللاعب يعني من خلال حديثه مع اللعب هل هو جاهز كمان نفسيا لهذه المبرارة لا خصوصا وليد سليمان أحد اللاعبين المهمين جدا جدا في تشكيل النادي الاهلي وبصراحة عامل لحد دلوقتي موسم أكثر من رائع مع النادي الأهلي في بطولة الدوري وأيضا بطولة دوري أبطال أفريقيا تواجد وليد سليمان هام جدا بالنسبة النادي الأهلي وفي تشكيل النادي الأهلي الأساسي إن شاء الله لمبارات الألغد نتمنى إن شاء الله سواء وليد لعب أو ملعب كل اللاعبين اللي يشاركوا والتشكيل الاستقر عليه مستر باتريس كارتيرون يكون قادر بشكل كبير جدا على تحقيق النتيجة إجابية في هذه المبارات ومبارات الزهد لسه عندنا بعض الأخبار الكثيرة لكن يستنون بعض الفاصل عشان نكمل فقرات برنامج كلام في الميديا النهار طبعا أكيد من أهم الأخبار اللي عايزين نعلق عليها أيضا وهي خاصة بصحيفة الشروق أو موقع الشروق بالتحديد واللي قال إن كابتن محمد يوسف بيحظر بشكل قوي جدا من خطورة فريق حرية كونكري الغيني وده قال بدليل أن الفريق ده وصل لدور الثمانية فبالتالي أكيد عنده العديد من اللعبين المميزين جدا بيمتاز بخطوط قوية سواء الوسط أو الهجوم ونقطة ضعفه الوحيدة من وجهة نظر كابتن محمد يوسف هي خط الدفاع فبالتالي إن شاء الله أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي جدا في استغلال هذه النقطة بتحديد وخصوصا أننا عندنا مهاجمين مميزين جدا سواء وليد أزارو أو صلاح محسن المتواجدين مع الفريق فبالتالي إن شاء الله أي حد سيشارك في يومه وأكيد وليد أزارو هو اللي سيكون أقرب إلا إذا لو مستر باتريس كارتيرون في مباراة خرج أرضه وده صعب شوية أنه يلعب باتنين مهاجمين لكن إن شاء الله أي حد فيهم حيبتدي هذه المباراة حيعمل مباراة قوي استغلل نقاط ضعف عند فريق حرية كنافري الغيني أيضا المبقى الرسمي قال إن مستر باتريس كارتيرون عنده أو حيعمل محاضرة إن شاء الله فنية بالليل إن شاء الله الفريق النادي الأهلي بعد العشاء الفريق طبعا بعد تحديد نصف ساعة حيكون عنده المران الأخير في الملعب اللي حستضيف ومن قبل مستر باتريس كارتيرون كابتن محمد يوسف والجهاز الفني مع اللعبين علشان يتكلم بشكل مفصل أكتر عن طريق حرية كنافري الغيني وعشان يبدي كل لعب واجباته والمهام اللي حيقوم بها خلال مباراة الغد إن شاء الله أكيد هتكون المحاضرة مهمة جدا وبنسبة كبيرة أكيد مستر باتريس كارتيرون ممكن يعلم اللي اللعبين التشكيل اللي حتجي بهذه المباراة عشان كل اللعب يكون جاهز نفسيا بشكل كبير ليخوض مباراة الغد إن شاء الله خلينا بقى نروح لفقرة مهمة جدا وهي فقرة المقال وبتحديد في اليوم السابع أستاذ عصام شالتوت كتب مقال هام جدا وزي ما احنا متعودين دايما من أستاذ عصام شالتوت إن هو بيخرج برا الصندوق دايما وبيجيب أشياء مهمة جدا ممكن الجمهور ما يكونش واخد باله منها وعنوان المقال هو أحذر إحذر يا أهلي من أنشطة رئيس حرية الغيني طب خلينا نروح ناخد أستاذ عصام شالتوت على الهاتف يا أستاذ عصام مساء الفل عليك خير يا أستاذ من أول ربنا خليك إذاك أستاذ عصام كله تمام كله تمام كل سنة وانت طبين سنة سعيدة يا ربي عام يجري رائع على كل العالم من أرض مصر ومن قناة الآن حضرتك طي مقال مهم جدا حضرتك كتبتو النهاردة الواضح أن عندك المعلومات كبيرة جدا عن رئيس نادي حرية كناكري الغيني مامادو أنتونيو يعني قل لي هدفك من المقال ده إيه وأهمية هذا المقال خصوصا قبل مباراة مهمة جدا إن شاء الله بالنسبة للفريق غدا أمام فريق حرية كناكري الغيني لا هدفي أن يعي الجميع أن الأقلاء في مصر لديه معلومات هدفي أيضا عمل يعني نقطة ضوء أمام البعثة طبعا احترافية بدأ ويواصلها النادي الأهلي ما بعدها احترافية الأهلي اعتقد أن يلعب حتى يعني في قلب غابات السليان وفي قلب أحراش أفريقيا ولا يخشى أحد لكن يعني بحكم التسميات المعتادة هذا الرجل اللي يطلق عليه من الغنيين نفسهم أهل غينية يعني مش غانة النحوط غينية هذا الرجل يملك أدوات كثيرة جدا ويدعبه حلم السراء من قلبة العشرين عام اشترأ الأغلب الأعام من المنشآت الرياضية لما طرحتها الدولة الغينية للبيع يملك شبكة راديو وتلفزيون وصحف ألكترونية يملك بوارج تجارية زي ما قلت أدواتك يملك ما يسمى به موقع رياضي مش موقع صحافي موقع كده خمستاشر ألف وفندق حتى يصيد بعض النجوم صغار السن وثم يعيد تصديرهم من الخارج لكن هو اعتاد على أحلامه أن يستعين ببعض ما كان يعني ولزال مرفوض من الأهل ومن الكرة المصرية في أفريقيا واللي الحقيقة منذ قدوم أحمد أحمد وهو يعني يعمل على تطهير التحكيم الأفريقي تحديدا وبالتالي ما وصلني من معلومات عبر أصدقاء من أصل مصري مشكورين يعني يعملوا في مجال التسويق وبالتالي لديهم من يذهب لشراء اللاعبون أو عقود اللاعبين من غينيا وغيرها أن هذا الرجل الشتاة غضبا عندما علم أن السريري العربي التنسي التونسي يحكم المباراة والرجل مشهود له وبنظافة تاريخه ونظافة يده أيضا وبالتالي يعمل الآن بحزب معلوماتي على يعني السياح كثير حول الفندوق يعمل على ما بيئة تذاكر أكثر بكثير حتى أدخل الآله إلى الملعب وهناك جماهير في الخارج أكثر ربما من الموجودة في الداخل وبالتالي يلهب حماس يعني جماهيره بطرق تعد يعني غير نظيفة زي قلنا أن اللاعب النظيف يحتم غيرها كذا لكنه ينسى أن الأهلي مضرب على أكذا اختبارات الأهلي دائما بالضبط متعود على كده بشكل كبير جدا جماهير وقبائل يعني الزولو في الاتجابة عنديات زئير وغيرها وكوتوكو مضرب حتى على ما يسمى بالهوس اللي بيحصل إنما قلنا ننور برضو علشان أي من المراكبين أو وغيره يبقى عالف أن الأعلام المصري عمل على محاولات هذا الحوت الغيني أنه يعى بس بمقدرات البطولة لأنها بالنسبة له تساوي ثقلها ماس بحسب تصريحاته للصحف هناك لو ما كانش الحكم تونسي هل حضرتك ممكن كنت تشك أن يكون فيه تلاعب في المباراة من قبل الحكم لو كان حكم أفريكي آخر وإحنا عندنا أمثلة كتيرة جدا ويمكن كان أبرزها لامبتي طبعا الحكم الغيني اللي حكم مباراة الأهلي والترجل لو نفتكر هناك في تونس وهدف الشهير بتاع انرامو هل حضرتك بتلمح لهذه الجزئية بتحديد لو ما كانش الحكم تونسي ما شاء الله عليك والموسم الماضي أيضا كانت هناك يعني ألعاب من رجل كان يشارل إنه رقم اتنين في أفريقيا لكن زي ما بقولك مشكور أحمد أحمد وليجانه عمل على التطيير ولكن طبقة الحرفية يعني الشمال بين تنسيز زي ما بنتميها بمعنية الدرجة في مصر رائمة دايما يحدث ضغوط يحدث سمة إرباك للآخر قد يجد بعض الحكام يعني من القرى من داخل قرى السمراء بعيدة عن الشمال العربي الأفريقي هدايا ولو مفاجأة بما يؤذل للفريق الآخر إنه خلصنا الموضوع إلى جانب أنه لازال بالطبع هناك بعض الحكام خاصة ودي بقى بحكم المئنة وكبراتنا وعلى مسؤولية مفهومة بعض الحكام في قراتنا وفي أمريكا اللاتينية في عامهم أو عامنهم الأخيرين قد وبقولها تاني قد يبيعوا كل شيء مقابل حفنة من طبعا عشرات الألاف من الدولارات وبالتالي الأهل يعرف جيدا ما هو ذاهب إليه لكن أردنا تزويد الرأي العام وإضافة جدا أن الإعلام في مصر واضح وصريح ويعرف ما يمكن أن يحق ونفس الكثة برضو الرئيس مازمبي برضو عنده نفس النفوذ ويعني برضو بعض الأمور بتقل عليه في هذا الاتجاه برضو أستاذ أسان رائع ما شاء الله عليك لأن الناس دي اعتادت على الاستثمار يعني الاستثمار اللي هو السريع المكسب الاستثمار في الرياضة حاجة محترمة لكن هم اعتادوا على ده وعشان كده حتى ما زمبي بلاقيه اشترى اشترى ثم باع مرة واحدة لتعويض خسائره طيب يبدأ يجبها منين ماتش هنا ماتش هناك ولو وقع في طريقه حكم من أصحاب الزمم من البلاستيك يعني وارد جدا أن يعقد معه صفقة وانت لسه مذكر جمهورك المحترم بواقع يعني الرجل طار والعيب أميده طلنا فكرنا طبعا وبالتالي لدينا بعض المصاعب في أفريقيا لكن ده قدر الأسطورة الحمراء الأهلي ده قدر نادي القرد ده قدر الكبير أفريقيا وعنفيا والمصنف عالميا صاحب أعلى يعني الألقاب ده قدروا وهذه قراتوا لكن الحقيقة يعني يكاد يكون بتتلاشى الحاجات دي خاصة وأن هناك فارق بين الجماهير والحكومات لأن الحكومة الغنية الحقيقة والصفارة طبعا أرسلت سريعا مبعوثية واستقبله الأهلي قدر يعني ما يمكن أن يكون قدر النادي الأهلي فهناك فارق بين عابسين وبين علاقات شعبية وعلاقات دبلوماسية مع دول نحترمها يا دول قراتنا الصمراء سريعا يا أستاذ عصام ما ينفعش تكون معايا وماخدش توقعاتك المباراة الغد كثيرا عن تهديئة اللعبة سيلعب على تاريخ النادي الأهلي وبحسب المعلومات وبعضها من مرسلينكم المحترمين هناك طبعا بيتقال إن الراجل هيقول بعد العشاء محضرته والله أعتقد إن هي هتكون نفوذ أولا بإننا نبقى موجودين بلغة الكرة ركبين المباراة قبل أن نبحث عن تأمين المرمى الأحمر وبالتالي هيبدأها مهاجما وقد يدفع بأزارو ومعه ربما صلاح محسن استفادة من رغباته العارمة وما قدمه مع المنتخب أمام الناجد أو قد يؤجلوا لكن في كل الأحوال لن يقل الهجوم الأحمر السابت عند لعب مع أزارو بالإضافة للقوات بقى اللي مش عايزين يعني نحكي فيها كتير أكيد مراكبة لحكاية الجانباء الملعب ووسط الملعب ستجد قرابة 5-6 لعبين دايما بقرب منطقة جزاء المنافس النتيجة النتيجة أعتقد إنه يعني التعادل وحده لا يكفي هناك طبعا الطبوع في أن يفوذ الأهل والأمل لكن على الأرض أعتقد إن الفريق ده سيقاتل من أجل نقطة التعادل على الأقل أنا مش هستدهم لو قالوا نبحث الفوذ على الأهل فهم يعرفوا تاريخ منافسهم لكن الثلاث نقاط يعني ليست بعيدة عن النادي الأهلي الثلاث نقاط با احنا بنلعف دور ربع النهاية صلى أسان فأكيد عايزين جون على الألف هذه المباراة وده اللي بقوله حضرتك يعني الثلاث نقاط ليست بعيدة عن الأهلي لكن إحراز هدف ما شاء الله عليك أميرو يعني فعلا نحتاج هدف إما أن يكون هدف الفوذ أو على الألف أضمن منظومة التعادل يعني إن شاء الله أستاذ عصام شلتوت مدير التحرير التنفيذي اليوم السابع أشكرك شكرا جزيلا بيبو 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 أقول كمان أقول كمان مفروف لمسط نروح نشوف الأخبار على المحلية والعالمية والأخبار كمان محترفين في الخارج في خلال الصحف والمواقع كرة خلاف جديد في الاتحاد المصري بشأن أزمة صلاح اليوم السابع أجيري يعود من أسبانيا السابت الموجل بعد انتهاء لجازر وانس ري طائرة خاصة لبعثة منتخب مصر في سويسلند فيتو اتحاد الكرة يستعين بحكام تونسيين في الدوري يلا كورا صالح سأرد على اتهمات إدارة الفيصالي في الوقت المناسب ده صالح جمعة طبعا في الجول صانع ألعاب الجونة كنا الأحق بالفاوز على فيراميز سوبر كورا هشام زكريا أنا حزين من حكم مبراط فيراميز والجونة أس وكيل بوكبا يعد بالانتقال إلى ريان نديد أو برشلونة في الموسم القادم سكاي نيوز نجم ليبر بول يكشف دور السلاسي المراد سبورت 360 أتيبالا أنا السبب في خروجي من التشكيلة وليس رونالدو موقع كورا اتكلم عن أزمة جديدة ما بين محمد صلاح ومسؤولي اتحاد الكورا وبالتحديد يمكن المهندس هاني أبريدة رئيس تحاد كورا القدم يعني فيه اختلاف وجهات نظر كده ما بينه وبين سنائي المجلس لكرم كوردي ومجدي عبد الغني على خلفية أزمة محمد صلاح لعب ليبر بول والمتعلقة ببعض الحقوق التجارية والإعلانية الخاصة باللعب الأزمة تكمن في أن عضاء اتحاد الكورا بيكترحوا أن هم يوضوهوا الدعوة لرامي عباس وكيل محمد صلاح علشان يجي للقاهرة ويعودوا كده مع بعض ويشوفوا حل هذه الأزمات الخاصة لمحمد صلاح وده أكيد شيء مهم جدا لكن أعتقد رئيس تحاد الكورا المهندس هاني أبريدة يعني معطارد على هذه الجزئية بتحديد لكن بشكل عام إحنا اللي همنا أنه تحلوا كل أمور بس مش لمحمد صلاح بس لا لكل اللاعبين منتخب مصر لازم يكون فيه احترافية أكثر من ذلك علشان يعني نمشي أو نواكب العصر اللي ماشي بشكل كويس دلوقتي خلال طبعا بعض المنتخبات اللي أكيد عندها إمكانيات كبيرة جدا رغم أنهما منتخبات صغيرة لكن بيستغلوا هذه الإمكانيات في إراحة لعبئهم علشان ياخدوا منهم كل المستانيين ومن مجهود ونتائج جيدة خلال المباراة فإن شاء الله الأزمة دي تحل سريعا ما بين محمد صلاح وأتحاد الكورا المصري في اليوم السابع مستر خافير أجيري المدير الفاني للمنتخب الوطني تكرر عادته من أسبانيا بعد بكرة إن شاء الله بعد الأجازة الصغيرة اللي حصل عليها عقب مباراة النيجر واللي منتخب فاز فيها بنتيجة 6-0 وأداء يمكن كان جيد رغم أن منتخب النيجر مش فريق قوي لكن الأداء يمكن كان جيد واضح كده بعض الأمور التكتكية اللي ركز عليها مستر أجيري واللي بدت تفاقض بشكل كبير جدا للشعب المصري للمرحلة أقادمة بالمنتخب مصر أكيد لما يجي حيكون عنده اجتماع مع كاب تنهاني رمزي المساعد بتاعه علشان ياخد منه تقرير خاص ببعض المباراة اللي ممكن تكون اتلاعبك في بطولة الدوري وبعض اللعبين اللي ممكن كمان يكون المنتخب حال تتعينه عليهم عشان يزمون في المعسكر القادم اللي حيكون في القاهرة وحيكون خاص كمان بالمباراة السويسلند اللي حتكون إن شاء الله يوم 12 من الشهر القادم على أستاذ السلام فأكيد ده شيء مهم جدا بالنسبة لمستر أجيري أيضا خبر مهم جدا هو خاص بصالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي واللي خلاص فسخ عقده مع تريق الفيصالي الصودي صالح جمعة يعني العقدة فسخ مبارح متواجد خلاص في القاهرة حينضم التدريبات النادي الأهلي مع المستبعدين علشان يشوف بقى مصيره حيكون ايه في شهر يناير هل النادي الأهلي حيتم قيد صالح جمعة أو هل حيتم الموافقة على بعض العروض الممكن تيجي لصالح جمعة بس بصراحة يعني صالح لو يركز بس شوية حيفرق مع نفسه الأول ومع النادي الأهلي بشكل كبير جدا نفسي ياخد الخطوة أنه هو يركز مع الفريق يركز في موهبته الكبيرة جدا صالح عنده موهبة يعني مش عند حد في الدورة المصر ومش عند حد في كل يعني عنده موهبة كروية فزة يعني لازم يستغلها لو ما استغلها يبقى حرام عليه في صراحة وشوفنا العيبة كتير جدا ضيعت موهبتهم من كلال الفكر الخاص بصالح جمعة وبعد اللاعبين لكن إن شاء الله نتمنى أنه هو يركز في فترة المقبلة وخصوصا من صالح لسه صغير 25 سنة فصالح إن شاء الله تركز سبق مع نادي الأهلي أو مشيت روحت فريق تاني برا مصر إن شاء الله تكون إضافة لمنتخبنا الوطني وده اللي نستنينه من صالح جمعة نروح لبعض الأخبار المحلية والأخبار العالمية متأسف وبتحديد صحيفة آس اللي قالت إن وكيل أعمال بول بوكبا لاعب وسط فريق منشستر يونيتد وعد اللاعب إن بعد المسلم ده ما يخلص حيروح يا إما ريال مدريد أو بارشلونا يعني إحنا عارفين إن في مشاكل بالتقال ما بين بوكبا ومورينيو المدير الثاني البرتغالي منشستر يونيتد وإن اللاعب إنش موبصوط في منشستر يونيتد فبتالي وكيل أعمال اللاعب وعدوا إن بعد قضاءه ثلاث سنين يعني بعد ما المسلم ده يخلص إحنا عارفين بوكبا جي منشستر يونيتد المسلم قبل السابق فبتالي بعد ما المسلم ده يخلص حيكون قضاء ثلاث سنوات مع فريق منشستر يونيتد فبتالي هو بيرغب في التغيير البعض قال إن هو ممكن يروح ليوفنتوس يرجع ليوفنتوس هو تألغ فيه في شكل كبير جدا ووكيله وعده ان هو يروح ريال مدريد او برشلونا فبتالي هنشوف من خلال الفترات المقبلة او بعد انتهاء الموسم ده بالتحديد الامور هتنمشي ازاي مع بول فوكبا لعب وسط فريق مانشستر ناتر وهو طبعا بطل العالم مع فرنسا واحد اللاعبين كانوا اسرين جدا في بطول كأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا واللي فازوا بهذه البطولة ايضا سكايا نيوز قالت تصريح مهم جدا لسنغالي ساديو ماني نجم ليبربول واتكلم فيه عن التفاهم الكبير ما بينه ورين محمد صلاح وروبيرتو فرمينو وقال ان احنا كلنا بنكمل بعض في خط رجوم فريق ليبربول وده سبب نجاح السلاسي ده بالتحديد واحرازه العديد من الاهداف بالتحديد كمان في الموسم الماضي فبالتالي ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خصوصا ان احنا نشجع ليبربول عشان محمد صلاح نجمنا مصر وبيتقالق بشكل كبير جدا وكمان الاستمرار في التقلق سواء مع ليبربول او مع منتخبنا الوطني فالتفاهم اكيد سمت سلاسي خط هجوم ليبربول سواء ساديو ماني محمد صلاح وروبيرتو فرمينو وعندهم كمان مباراة بعد بكرة مهمة جدا في بطولة الدولة الانجليزية امام فريق توتنام هتكون مباراة قوية جدا خلينا نروح لمقال اخر ومهم جدا ايضا من خلال جريطة الاخبار وخاص بالاستاذ ابراهيم المنيسي مدير تحرير الاخبار واللي يمكن قال عنوان المقال بالتحديد ديمقراطية الخطيب واتكلم فيه عن ديمقراطية الكابتر محمود الخطيب في عرض مشروع لاحية النظام الاساسي لاعضاء وجمهور النادي الاهلي للنقاش وقال لو دي مش ديمقراطية فماذا تكون يا استاذ ابراهيم مسائل فل على حضرتك سهلا بك يا امير مساء الخير عليكم ومساء الخير على كل استاذ المشاهدين اخبارك يا كله تمام الله يخليك يا امير ومواطح يا دايما ان شاء الله ربنا يخليك لو مش دي الديمقراطية هتكون ايه هتكون واحدة من اهم التجارب في الحياة الرياضية الحقيقة لانه منذ صدور القانون الواحدة السبعين لسنة 2017 بقت كل الاندية مطالبة ان هي تحط لايحة النظام اللي خاصة بيها نزلط وتعتمدها من اللجنة الورمبية ويكون دا دستورها والاهل ما كانش اه تمكن انه يعمل هذه الخطوة في المجلس السابق لاسباب كثيرة امم واتطلع المجلس الحالي بانه يحطوا دستور للاهل امم بهذا الاسراء للحركة الرياضية دا نموذج الحقيقة لازم ان يكون واضح قدام الجميع مش بس علشان اه اعضاء النادي الاهلي لا لانه كمان الاندية الرياضية او الحياة الرياضية وكلها ربما كانت واحدة من اهم مكونات المجتمع المدني في الممارسة الديمقراطية ازاي تقدر تمارس حياة ديمقراطية سليمة جدا مم مكتملة جدا وتقاهل الشباب من خلالها وحتى تعود الاعضاء اولا ازاي يكونوا ايجابيين انت العضو هو اللي بيحطوا دستوره بنفسه مجلس الادارة اه شكل لجنة اللجنة وضعت مشروع لهذا الدستور وعرضته للحوار المجتمعي وده تفعيل لكلمة الحوار المجتمعي في افضل حالاته اكي انت عملت ورش عمل لكل الفئات المتخصصة من اعضاء النادي الفئات العمرية والفئات المهنية يعني لما تقول لي في ورشة اقتصادية رأسها دكتور فاروق العودة لما تقول لي في ورشة للمرأة ورشة للشباب ورش للرياضيين للشخصيات العامة للفنانين للصحفيين كل ورشة من دول حتى لنجوم القوع والرياضيين عماتهم كل ورشة من دول نقشت اللايحة بشكل عام وقفت عند النقاط اللي خاصة بيها او المواد اللي خاصة بيها في اللايحة كان المهم جدا في هذه التجربة الديمقراطية لو ركزنا تحديدا على الكابت المحمود الخطيب ان انت في صدد رئيس نادي يضع في اللايحة العديد من المواد اللي ربما تغلي ايده هو كرئيس نادي بالضبط اولا هو اقدم على فكرة التمن سنوات ان كل رئيس نادي كفاية عليه دورتين وقال ان انا مقتنع بداء وطلب من الناس انها تلتزم بداء وحدد سن الرئيس النادي فوق وتحت ما ياليش عن الاربعين وما يالديش السابعين طمعنا للخبرة والندق وايضا للقدرة البدنية على العطاء لكن في نفس الوقت اللجنة المركزية لما حطت ضوابط قالت انه اي مواد هيتم الاجماع عليها بالنسبة كبيرة من قبل الاعضاء في هذا الحوار المجتمع سواء من خلال الورش او من خلال الايميل اللي حيستقبل مقترحات الاعضاء هيتم تعديلها فكان الناس كلها رفض فكرة 8 سنين لانه الاهل اكتوى من نار هذه المادة التي خصصت في الوقت من الوقت خصيصا للنادي الاهلي فبالتالي كان الاخبال على رفض هذه المادة واطلاق الحق لجمعية العمومية في انها تختار اختيار الرئيس لاي فترة او اختيار المجلس لاي فترة تراها مدام انت بتضمن الاليات الديمقراطية الكاملة فدي دمقراطية الرئيس مجلس دارة النادي الاهلي اللي كمان اتجه في هذه اللايحة امير لتعظيم دور الجمعية العمومية اللايحة دي لما هتطلع كان فيه مقترح انه مين اللي يقبل يعدل عليها بعد كده اذا حد ما عجبوش مادة او اي بند من بنودها كان المقترح انه لو ما اكتملتش الجمعية العمومية غير العادية مجلس الديمقراطية يعدل اللي هو عايزه لا تم تعديل ده خالص وتم الاكتفال بحق الجمعية العمومية مفيش حاجة هتمس داخل هذه اللايحة بموادها غير من معرفة الجمعية العمومية مفيش شركة مساهمة هتتعامل للنادي الاهلي تبيع كور تبيع شرطات تبيع فان الله زي ما كانت مطلق قبل كده او هتدير نشاط كرة القدم الا من خلال الجمعية العمومية انت عظمت دور الجمعية العمومية في اعلى درجاته فيه الافكار الاستثمارية والاقتصادية فيه حتى النواحة التعدلية والاجرائية داخل اللايحة في كل ما يتعلق بحقوق النادي عظمت دور الجمعية العمومية وحفظت حق المرأة وحفظت حق الشباب وديت حق اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة فهذه الممارسة انك انت تقدر تطرح مشروع وتستفتي عليه الاعضاء من خلال حوار مجتمعي ثم تعد البنان على هذه الاقتراحات وتاخد المشروع كله وتروح به اللجنة العمومية في رقابة سابقة مهمة جدا انا مسعدنيش كعوزو للنادي ان بعد ما الجمعية تكتمع وتكتمل بالضبط تيجي اللجنة العمومية تعترض على بانك بالنابس ترجعها لك فكأنك يا بوزيد مغازيت عليك ان انت تبدأ من الصف واللي انت مشيته ده كله ملوش لازمة ده كان هيبقى موسيقى لحق النادي الاهلي فشي مسؤول جدا ان يبقى فيه تنسيق مسبق انا هعرض عليك المشروع قول لي ملاحظاتك ايه وليتناقش حصلت جلسة في اللجنة العمومية وجلسة في النادي من خلال هذه المناقشة وتم الاستقرار على انه بلاش تمييز للمرأة بلاش تقول لي انه السن معين للرئيس لانه في النهاية المساق الالومبي بيرفض كل اشكال التمييز عشان تستقر في النهاية امير عند نموذج واضح جدا وطريح ومعلوش اي تحفظات لا قانونية وعلى اي تصادمات لا مع الدستور ولا مع القانون ولا مع المساق الالومبي فبالتالي اصبح نموذج متكامل يعرض الليلة على مجلس الادارة اللي اعتماده ثم تبدأ المرحلة الاهم والمسؤولية على كل واحد اهلاوي بالذات اعضاء النادي يوم 28 على الجميع لانه خد بالك مهم جدا 12 ألف ونص 12 ألف ونص ده رقم من قليل كبير طبعا جدا رقم كبير وكويس انه مش هتحطه دستور الا بهذا العدد الكبير دي مسؤولية كل عضو في النادي انت شاركت في هذه اللايحة بشكل او باخر عرفت المواد اللي فيها مسؤوليتك الحقيقية تجاه النادي الاهلي ان انت تيجي تقول رأيك في اللاية حتى تعتمدها وترفضها لكن في النهاية الجمعية تكتمد ده المسؤولية اللي جاية ان شاء الله طبعا وده اكيد شيء منتظر من اعضاء الجمعية العمامية في النادي الاهلي وخصوصا يا استاذ ابراهيم بعد التفاعل الكبير اللي شفنا من اعضاء الجمعية العمامية هو في الحقيقة التفاعل ما كانش من الاعضاء بس كمان كان من جمهور النادي الاهلي من خلال البريد الاكتروني وده كان شيء مهم ومميز وفكرة كويسة جدا من قبل مجلس الإدارة محدش كان يتوقعها بصراحة والأمر الثاني اللي كان مهم أيضا وهو خاص بإرسال مشروع اللايحة لكبار الإعلاميين وكبار الصحفيين وأيضا الشخصيات العامة علشان أيضا يشوفوا من وجهة نظرهم أهم البنود اللي ممكن يكونوا عايزين يحزفوها أو يدفوها من خلال مشروع اللايحة يعني أعتقد كان شيء كامل من كل الجوانب علشان النادي الأهلي إن شاء الله يخرج بلايحة مناسبة جدا للنادي الأهلي في الفترات الكبيرة المقبلة أستاذ إبراهيم إن شاء الله يا عمير وكل التوفيق بإذن الله للجمعات العموية إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم المنيسي مدير تحرير الأخبار أهلا وسهلا ومرحبا بكم نهاي بطولة فريق يارينا العملاء النادي الأهلي المصري والمشفر ياريز السياح للدونسي حب 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 حث الله عليك يا حبي صبريك يا يا بي طريق الله عليك يا ب scared الله عليك My God الله يا بركات الله يا بركات ملك الحركات نتاجي يسلم هذه الخشبة جأس فقية مبروك 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 لقاء التحقيق من أرقاب خياسية يالله نروح نشوف آخر أخبار على السوشان ميديا نبتدي بعمر بركات لعب النادي الأهلي ولنشر صورة على انستجرام من خلال التدريب الغائبين عن رحلة غنيا النهاردة واللي كان على ملعب التتشي بالجزيرة وكتب التدريب الصباحي الفنان نبيل الحلفاوي كتب على تويتر فرصة لا تتكرر كثيرا لراغبين في تصدر الدوري الأهلي مسافر رجل مع جون دموية الأهلي بصراحة ونصر بنجم الأهلي السابق إسلام الشاطر على صفحته على تويتر عدد ناتي السائلات وقال إيه رأي حضراتكم في مسلسل أخطاء الحكام وما هي الحلول لتفادي هذا الموضوع وهل دفول تقنية الفيديو ساعد في إنهاء حالات الجدل والله في حلول كتير جدا بس المهم الخطوات تأخذ في هذه القصة التحديدة كبتل إسلامي أما الصفحة الرسمية الفيفا فصلتت الضوء على مواجهات زهاب ربع نهاء دوري أبطال أفريقيا وكتبت الودادي دافع عن لقبه أمام الوفاق ديربي تونسي مرتقب بين النجم السحلي والترجبي حرية في مواجهة الأهلي صاحب الرقم الكياسي كما كل ما تريدون معرفته قبل انطلاق مواجهات ربع نهاء دوري أبطال أفريقيا 14 و 15 سبتمبر وكتبت الصفحة الرسمية للكافة على تويتر حرية بطل غني الصديف نادي القرن الأفريقي الأهلي المصري يوم الجمعة في ربع نهائي دوري الأبطال من يكمل الطريق حتى اللقب ونروح لصفحة نادي أتليتكو مدريد على تويتر واللي احتفلت بذكرة المباراة الودية مع الأهلي السنة اللي فاتت وكتبت يا لها من ذكرى مباراتنا أمام فريق الأهلي الموسي الماضي كان الفوز حليفين 3-2 اهتز يومها وتفاعل ملعب برج العرب في مباراة لأجل السلام نروح لمحترفنا محمود حسن تريزيجي اللي كان مرشح لجهزة أحسن لعب في تركيا وللأسف في سرهم تريزيجي نشر صورة له على تويتر من حفلة اختيار الأفضل وعلق الحمد لله أما حسن الشحات لعب العين الإماراتي فوجه رسالة تريزيجي على تويتر بعد الحفلة وقال له الحمد لله يا حبيبي تعود السنة دي بإذن الله وعالميا نشر ماركو أسينسو لعب ريال مجيد ومنتخب الأسباني على السجرام صورة ليد شيرت إسبانيا وكتب أنهينا أسبوع كبير مع المنتخب الوطني والآن حان وقت التفكير في ما هو قادم أما الموقع الرسمي الناجي بشيرنا الأسباني على فيسبوك فنشر صورة نجم الفريق سيرجيو بوسكيتس واحتفلت بمرور عشر سنوات على ظهور اللعب لأول مرة مع الفريق الأول وكتب عشر سنوات والعديد من الزكريات أما فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي فكتب على تويتر بعد فوزه بجئازة أفضل لعب في أدنادي عن شهر أغسطس الماضي إحساس عظيم أن يتم اختيار لعب شهر أغسطس هذا يعني الكثير أشكر زملائي في الفريق على مساعداتي وكل التركيز الآن على مواجهة السبت القبرى وطبعا زي ما احنا عارفين أن ليفربول عنده مباراة زي ما قلت لكم أمام فريق توتنامي يوم السبت هتكون الساعة واحدة ونصح هتكون مباراة قوية جدا بإنفريكي ونشر بلجيكي إيدن هازرد صورة من مباراة منتخب بلاده أمام أسلندا بدور الأمم الأوروبية واللي حقاقت بلجيكا فوز فيها بثلاث أهداف نظيفة وكتب بداية موافقة نحو يورو 2020 وأخيرا نشر النجمة البرتغالي كريسيانو رونالدو لعب بايفينتو ساليطارلي صورة مع زملائه في الفريق على انستجرام وكتب إننا بخير فلننطلق إن شاء الله نعيشه دور لي دلوقتي جات معاد فقرة الأخيرة ببرنامج كلامة الميديا النهاردة ونحصط بيها أستاذ هيسم نبيل مدير موقع عيالا كورا لكن بعد الفاصل وخلينا نروح نشوف كمان دلوقتي لقطات مباشرة من تجريب النادي الأهلي في رونالدو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 إن شاء الله كريم أحمد مرايس القناة النادي الأهلي وزملنا المرافق لبعثة النادي الأهلي في غنية بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وطمنا بشكل كبير جدا على البعثة لكن إلينا شوية من ناحية المناخ الأمطار يا أستاذ هايسام شايف الأجواء هناك من خلال اسمعناه من كريم شايف المباراة من خلال الأجواء دي ممكن تبقى مشيئ زي لا هو بعيدا عن الأجواء هي المباراة صعبة كده كده يعني الفريق ده فريق بلغة الكرة طبعا معنا من مران الأخير للنادي الأهلي في غنية قبل مباراة الغد إن شاء الله هو الفريق بلغة الكرة رخم يعني عنده شوية مراكز قوة كده في الفرقة بتاعته ممكن تسبب لك مشاكل منهم صنع اللعبة بتاعهم ده العيد كويس قوي حرس المرمر عيد كويس قوي عندهم بس بالزبط كده اللواء في كاس عالم عندهم مشكلة في الباك الشمال زي ما كريم قال وهي دي اللي المفروض نلعب عليها تقريبا جي فيهم سوعة أجواء منهم أربعة من نفس المكان ده فنازم نلعب على الجزء ده حتة الأجواء بقى والمطرة والكلام دي تعارف بقى غينية والحاجات دي فممكن بوكرة تلاقي شمس يعني ممكن تلاقي الدريا بوكرة حر يعني فلكن أتمنى أنها ما تكونش بتنطر بوكرة أو يعني لأن اللعبة بتاعتنا مش واغدة على اللعبة في المطرة فربنا يسهل لكن مباراة صعبة صعبة بلغة الكورية البعض يمكن شايف المباراة صحلة شوية بحكم القرعة وبحكم الفرق التانية المتواجدة في الدور التمانية بتحديد البعض يمكن تسهل من مؤمورية النادي الأهلي في هذه المباراة لكن يعني الناس ما تعرفش أن فريق حرية الجيني فريق قوي جدا ولعب مباراة كبيرة جدا في المجموعة بتاعته في الدور الصابت بتاحدي لا هي ما فيش خلاص طالما دخلت الدور التمانية كده ما فيش فرقة سهلة خلاص يعني المراحل دي خلصت خلاص كل الفرق جاهزة ده فريق عايز يعمل إنجاز لنفسه فأكيد حيقاتل على كل فرصة تجيله النادي الأهلي بالنسبة لبطولة دي بطولة مفصلية يعني أهميتها تفوق أي بطولة تانية دلوقتي لأن النادي الأهلي كل تركيزه إنه هو يرجع للزعامة الأفريقية بتاعته والمحلية يفضل عليها على قمتها يعني فبالتالي هو موسم صعب جدا على النادي الأهلي ووجود فريق أنت مش شايفه قبل كده كتير ده مش حاجة تطميمك بالعكس دي حاجة دايقك يعني حاجة دايقك جدا لأن هم مش سهلين يعني مش فرقة اللي هي هتروح تكسبها هناك وتيك تكسبها هنا لأ هتعملك مشاكل يعني فرص النادي الأهلي في الفوز بكرة شايفها إزاي توقعاتك لها إيه والله أنا مش متوقع حاجة بس أتمنى أن الأهلي ما يتغلبش هو يحرز هذا بالضبط يعني ما يتغلبش أهم حاجة نحن 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 بجوم بكرة أه لأنه بس ما يلعبش على أنه يتعادل يعني طبعا الأهلي عمره ما بيلعب بالضبط يعني يلعب على أنه لازم يخلص هناك لأن الفرقة اللي أنت شايف فيها بعض اللعيبة ويعرفوا يلعبوا كورة على الأرض تقلق منها هنا لأن الملعب حيكون أفضل الأجواء حتكون أفضل بالنسبة لهم لأن جمهورك بيشجع تشجيع عادي يعني مش مفوهوش إرهاب مفوهوش أي حاجة تدايقهم الملعب كويس جدا فبالتالي هو حيبقى فرصته كمان هنا أنه يلعب كورة فأنت تخلص عليه هناك وهو إيه بس جمهور الأهلي طبعا هيكون إضافة قوية جدا في هذه المباراة بس رويني مش هيفاموك لا بس زائر جمهور النادي الأهلي لوحده بس أتمنى بقى أتمنى أن الجمهور تاخد بالها من ده أكيد طبعا لأن عدم وجود الجمهور في المتش ده تحديدا الفرق دي ما لعبتش ضد جمهور كتير بره فلازم أنت تعمل عليه مضغط بس أجل الموضوع لأن بعد كده بقى الفرق اللي أنت حتبدأ تلعبها بعد كده واغض على الأجواء دي كلها بقى يعني سواء بقى تونس المغرب الجزائر كلها زينا فهيبقى بنسباله الموضوع كأنه بلعب على الأرض فده لازم تخلص عليه يعني طيب خلينا نتكلم في التشكيل المتوقع شوي توقعتك للتشكيل بكرة إيه في زل جهزية عدد كبير من اللعبين يعني كل الموجودين في القيمة المتواجدة هناك في غنية كلهم ما شاء الله جهزين وبحالة فنية وبدنية كويسة رؤيتك للتشكيل نادي الأهلي يعني أعتقد أنه مش هيخرج عن التشكيل اللي تلعب به المباراة اللي فاتت مع عودة حسام عشور ومعلول أعتقد أن معلول لو جاهز حيلعب طبعا عشور معرفش بأمين ممكن يبدأ مع عشور عندك ممكن هشان محمد أو أكرم توفيق رأيك إيه؟ أنا بالنسبة لي هشان محمد لكن هو المدير الفني حيبقى شايف الموضوع عامل إزاي هو عايز يعمل إيه؟ ممكن يفاجئنا كلنا ويعمل تغيير أصلا في الحتة بتاعة وسط المال عبدين ما كناش إحنا متخيلينها مثلا ممكن هو يفكر يفاجئ الفريق اللي قدامه لكن لو لعب بالشكل العادي بتاعه أعتقد أن هشان محمد هو اللي حيبدأ المباراة معلول على حسب جهزيته هو جاهز إزاي حيلعب المباراة واللي يبدأ بحد غيره رأس الحربة طبعا ما فهوش جدال هو أزاره وذلك تقلب برضو صراح محسن بالمناسبة مع المنتخب حتى المباراة الأخيرة أحرز أهداف المباراة الأخيرة كمام مع النادي الأهلي أحرز أهداف لكن أعتقد أن المهاجم الأساسي هو أزاره إلا لو لعب بمهاجمية ما هو ده اللي احنا منتظرينه بقى لأن برضو واضح أن الفريق التاني مزاكرك كويس وتفرج عليه كتير والإسم نفسه يخد يعني هو الأول مرة يروح غينيا الأهلي فالإسم بيخد يعني هو حينزل يواجه الكلام ده إزاي هو ده اللي احنا هنشوفه وكالديرون هيعمل إيه على أنه يفاجئ الراجل اللي بيجاهل لأنهم اللي تنفرانس رويين فهوف يتصرفوا مع بعض طيب أنت عندك برضو غياب عمر السلية أكيد هيكون مؤثر جدا برضو في بعض الابتراهات أن أحمد فتحي ينضم لنص الملعب هو لعب في المركز ده كتير وتقلق فيه كمان وعلى أن محمد هاني يكون الباك رايت للنادي الأهلي إيه رأيك في هذا الاقتراح أو شايف أنه دي حتكون أفضل بالنسبة لنادي الأهلي في موارات الغد وخصوصا أن أحمد فتحي عنده خبرات عديدة جدا في أفريقيا بشكل عام يعني أنا بالنسبة لي طول عمري بفضل فتحي يلعب بوسط ويلعب بس هو الأسف هو أخذ المين على طول لكن هو فتحي في وسط الملعب لأ تقيل قوي يعني العيب تقيل يعني أفضل أن نبتدي بأحمد فتحي وهاني من الحيط اليمين بس على حسب هاني حيقدر ينفذ المطلوب منه ولا لا على حسب بقى كالدرون شايف إيه هل هو حيقدر ينفذ كل الوجبات اللي موجودة لأن خلي بقلك أنهنا الحتة بتاعت هاني وإحمد فتحي هي اللي أنت حتلعب عليها أو اللي أنت حتحاول تستغلها اللي هي الشمال بتاعتهم فهتلعب عليها إزاي هتعمل فيها مفاجأة تعمل فيها حاجة مش متوقعة ترمي وليد سليمان عليها يعني ما عرفش هيعمل إيه بس هاني أنا متهيق ليبدأ لو هيعمل الحاجات المطلوبة منه وفتحي نستفيد منه بنص الملعب طبعا طبعا حمودي ولا مؤمن زكريا مع ناصر مهر وليد سليمان مؤمن أكثر خبرة يعني حمودي رغم الفرص اللي بيأخدها لكن تحس مردو أنه لسه مش لقي نفسه قوي يعني لسه عنده مشكلة مع مش عارف مع إيه بالضبط بس هو عنده لسه مش حمودي ده اللي إحنا خبنا عليه مش موفق لسه بشكل كبير بس إن شاء الله يعني تمناله أنه هو يكون موفق هو بقى هي على حسب برضو كالدرون هو هيجرب فماتش زي ده ولا هيستحمل لا بس هو ليس جرب لأن حمودي بقاله وردي أربع أو خمس مطلوبة بلعب بشكل أساسي مع نادل بس ما عملكش اللي إنت عايزه فهل إنت هتستحمل ده ولا هو بيعمل لك حاجة احنا مش شايفينها ممكن يكون بزبط احنا مش شايفين هو بيعمل إيه فعلى حسب هو عايز منه ايه بالزبط فحمودي أو مؤمن انا شايف مؤمن طيب خلينا عدة تشكيل متوقع لكل جمهوري نادي الأهلي في شناوي في حراسة المحمد شناوي في حراسة المرمى باكليفت علي معلول باكرايت يعني الأقرب حيكون أحمد فتحي اثنين مساكين طبعا كالعادة ساعد سامير وكلوبالي في نص المعلعب حيكون حسام عشور والأقرب حيكون هشام محمد أمامهم ناصر ماهر وليد سليمان وحمودي هو الأقرب عن مؤمن زكري ومهاجم الوحيد حيكون وليد أزار وده التشكيل المتوقع لمجرات الغد إن شاء الله أيا كان من اللي هيلعب نتمنى كل التوفيق لنادي الأهلي يا أستاذ إن شاء الله طبعا خليني نتكلم عن البطولة بشكل عام مسجلة النادي الأهلي كمان سواء بطولة الدورة أو بطولة الدورة أبطال أفريقيا رؤيتك لها وتقييمك لها حتى الآن أنا من وجهة نظري إن الموسم ده موسم يعتبر من أهم المواسم في تاريخ النادي الأهلي عموما ليه لأنه شئنا أبينا دخل في حتة سراع القمة أنا مين أنا كياني إيه والكيان ده حيقدر يستحمل الضغوطات اللي اتعملت عليه خلال الفترة اللي فاتت ولا لأ عندنا تلات محاور للتحدي أول محور منهم اللي هو الجمهور قام بدوره على الأكمل وجه اللي هو حافظ على كيان النادي ودافع عن كيان النادي لآخر نفس المحور التاني هو مجلس الإدارة اللي شغال في إعادة الاتزان تاني للكيان الأهلاوي الحاجة التالتة أو المحور التالت هو اللعيبة والجهاز الفني لازم يبقوا فاهمين أو هم مقدرين ده واعتقد أن دي بتوصلهم رسائل من الكابتن الخطيب ومن عضاء مجلس الإدارة كل شوية أننا الموسم ده مختلف الموسم ده هو دفاعا عن قول موروث النادي مثلا لو عايز تسميه أكيد لكن هو شيء نعم أبينه هو موسم مختلف تماما أنت محطوط في موقف هل الموروثات اللي تحطت داخل الجدران النادي الأهلي على مدار السنين دي هتنجح ولا أي حاجة تانية هتنجح أكيد هتنجح هو ده التحدي اللي دخلوا النادي الأهلي السنة دي سواء في بطولة أفريقيا أو الدوري العام المصري ولذلك لازم على اللعيبة وهي نزلة كل ماتش وأعتقد أن الرسالة دي بتوصلهم لازم يفهموا أن الموسم ده مختلف خالص يعني أنت تعدي الموسم ده وبعد كانت تتكلم في الباقي فما حدش ينفع يغلط غلطات ملهاش معنا يعني الأخطاء العادية اللي ممكن أي حد يخطأها ماشي لكن خطأ ملوش معنى مش هيتقبل من الجمهور خالص خلال الفترة اللي جاية دي فهي دي صعوبة الموسم ده بالنسبة لنادي الأهلي إن كل مباراة هي بطولة أنت بتلعب على بطولة في كل مباراة ده اللي اعتاد عليه النادي الأهلي كل اللاعبين وحتى الجمهور كمان المعتاد على كده الفترات اللي فاتت كنت حتى في البطولات المحلية كنت بتخلص بدري يعني ممكن بتبتدي الدور التاني وانت بخلص الزبط التبع حاسم الأمور لكن السنة دي مش هيحصل ده السنة دي فيه منافسة جديرة فيه منافسة وفيه فرق قوية وفيه ناس بتعرف تخلص المباراة وفيه أخطاء حتيجي عليك وأخطاء ليك فحيطاق الموسم حيتقلب ويتكعب أخطاء التحكمية أصدر أه طبعا أنت تكون جاهز وعندك القدرة على الالتزام بالقواعد اللي محتطالك أن أنت عندك ترجل مش هتغيره البطولة أفريقيا واحد الدوري اتنين أي حاجة تاني ثلاثة ما فيهش أي حاجة يعني ما فيهش أي تفكير إن احنا أو النادي الأهلي يخسر بطولة السنة دي بتحديدا بالزبط لا لا إن شاء الله النادي الأهلي أكيد حيفوز بالعديد من بطولات بتحديد هذا الموسم لكن خليني بسرعة روح أخد ردود أفعال جمهور النادي الأهلي على صفحات قناة النادي الأهلي المختلفة سواء على فيسبوك أو تويتر أو انستجرام نبتدي بأحمد لطفي اللي قال إن شاء الله الأهلي حيعمل مبركة وإيه سرق مصابتها وحنكسب واحد سفر إحنا كنا نسأل أكيد الجمهور عن توقعاتهم لهذه المباراة أحمد لطفي قال واحد سفر علي أبو بكر قال إن شاء الله الأهلي حيفوز اللي حيجيب الأهداف وليد أزر وصلاح محسن ووليد سليمان سليمان حيسجل هاتريك وأزره هدف ومؤمن زكريه هتألك نتمنى أكيد عمر عزة قال إن شاء الله الأهلي حيعمل مباراة كويسة رغم صعابتها ويفوز 2-0 وليد أزر وكلوبالي أحمد دعوة قال فوز الأهلي إن شاء الله 2-0 لأزر وصلاح محسن محمد أبو زيد قال اتوقع المباراة 2-2 أزره حيباني جميل ماتش محمد رقفة قال اتوقع المباراة 2-0 إن شاء الله للأهلي محمد إبراهيم قال فوز الأهلي 2-0 أفريقيا الكبار السيد خليل قال إن شاء الله الأهلي حيفوز 2-0 أزره كلوبالي محمد عثمان قال مباراة صعبة من زي ما في ناس كتير شايفين وده اللي احنا اتكلمنا فيه وقال اتوقع تعادل الفرئتين واحد واحد لو كان الأهلي كويس ممكن يكسب الممورة دي واحد سفر نروح لتويتر نشوف ردود أفعال الجماهير وتوقعتهم من المجرات الغد إن شاء الله كابتن مي قالت ممكن تنتهي بالتعادل لأكيد أن الحسم حيبقى في مرش العودة صحر حسين قالت الأهلي حيكسب 2-0 إن شاء الله أهلوية وأفتخر قالت إن شاء الله الأهلي حيكفوز 2-0 إسراء شريف قالت فوز النادي الأهلي إن شاء الله شادي محمد قال فوز النادي الأهلي 2-0 أزار وليد سليمان بهجة مصار قال إن شاء الله الأهلي حيكسب 1-0 حمد محمد قال إن شاء الله الأهلي حيكسب 2-0 صحر محسن هو أزار ومحمد نصر قال فوز النادي 2-0 إن شاء الله نرهان قالت 1-0 إن شاء الله مصطفى قال إن شاء الله 4-0 للأهلي نروح على الانستجرام سريعا ونشوف فاطمة إسماعيل قالت فوز 3-0 إن شاء الله أبو إهاب قال فوز النادي 1-0 إن شاء الله أحمد إسماعيل قال فوز النادي إن شاء الله 2-0 للتوربيد أزارو وصلاح محسن تفاول كبير جدا عن عمد موري النادي الأهلي حلو التفاول ده طاقاته والناس يمكنوا تفاعل ان شاء الله النادي الأهلي يقدر نحن نتيجة إيجابية حتى لو مش الفوز يبقى التعادل نتمنى يكون تعادل إيجابي والتعادل السلبي ده أنا أعتبره بالأسوأ النتائج اللي ممكن نعملها يقليه خصوصا لو هما لقدر الله خطفوا هدف مباراة العودة لا تضمنش خطأ حاجة تحصل فالتعادل السلبي ده يريد ما يحصل نتعادل إيجابيا نكسب لكن ما نتعادلش سلبيا أخيرا اتكلمنا خلاص عن المباراة ورؤيتك ليها وتوقعاتك لهذه المباراة لكن عايز أتكلم في جزئية مهمة جدا هي خاصة بلايحة النظام الأساسي النهاردة خلاص هيتم اعتماد اللايحة في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي إن شاء الله مساء رؤيتك ليه الأمور مشت إزاي خلال فترة السابقة وتفاعل الجمهور كمان مع مشروع لايحة النظام الأساسي وفكرة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتل محمود الخطيب إن يكون فيه تواصل مع الأعضاء ومع الجمهور كمان فيه إبداء رأيهم سواء ببعض المنود اللي ممكن يكونوا شايفانا في صالح النادي الأهلي أو تغيير البعض الآخر هو موضوع النقاش نفسه في حد ذاته شيء حيوي ومفيد جدا إنك أنت تعلن للناس أنت بتفكر في إيه الناس تبدأ تناقشك فيه ممكن تلاقي أفكار مختلفة أفكار أحسن من اللي أنت بتفكر فيه أو إضافات على اللي أنت بتفكر فيه ففكرة أنت تطرح الأمر للنقاش الأول ده شيء جيد جدا ومحمود أتمنى أننا المفروض لتصويت الجمعة الجاية أو بكرة يوم 28 لسه فأتمنى الناس يعني يتم توزيع الحاجة كلها على جميع أعضاء النادي الأهلي عشان كلهم يبدأوا يتناقشوا فيها مع بعض ويشوفوا الأفضل للنادي إيه وربنا يكتب للنادي الخير يعني لأنه هو الموضوع مش بهذه الحالة للناس كلها يعني عملت عليها دوشة كتيرة جدا هو الناس بتفكر أن كيان النادي الأهلي ده لازم يحط لنفسه دستوري يتناسب معه بالزبط بالزبط هو من حق أنه يحط ده لنفسه والأعضاء فده أمر محمود يعني كويس والإدارة كمان بتعمل أنها بتتناقش مع الناس بتتناقش مع الأعضاء بتتناقش مع الناس الكبار اللي في النادي مع الناس اللي يمحيثية يعني سواء إعلاميا أو فنيا أو رياضيا فده شيء كله كويس أعتقد أنه هو المفروض أن الأندية التانية تبدأ تحاول تشوف إحنا ممكن نستفيد إزاي من التجربة دي عشان نعملها مش المفروض أنه نهاجم بعض على حاجة كويسة لا هي فكرة قاعد صراحة من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي يعني شيء مميز جدا أن أنت تتفكر بس مش أنت تعمل لايحة والناس توافق عليها أو ترفضها وخلاص ولايحة اللي تكون مناسبة ليه لا هو عرض الليحة على كل الجمهور وكل أعضاء النادي الأهلي عشان يبدوا برأيهم والأجمل كمان تفاعل جمهور النادي الأهلي وتفاعل أعضاء في هذه الجزئ بوسها السنة دي فارقة جدا في جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي السنة دي فعلا درع وصيف يعني هي وقفة خلف النادي الأهلي بشكل غير مسبوك يمكن حصل قبل كده أن جماهير الأهلي كانت توقف قدام مع النادي الأهلي دايما لكن السنة دي كانت فاصلة في حياة جماهير النادي الأهلي الجمهور أنقذ الأهلي من حاجات كتير ولازال بيحاول ينقذه من حاجات تانية جاية كتير وبالتالي المطلوب من الجماهير دي المسندة إلى آخر المطاف بتاع الموسم ده اللي هو زي ما أنا قلت لك هو موسم فاصل في تاريخ النادي الأهلي مهم جدا وأتمنى يا رب أنهم ينهوها على خير يعني إن شاء الله أخيرا توقعاتك لنورة الغد النتيجة كامل إن شاء الله واحد سفر الأهلي إن شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا أن أستاذ هايسم نبيل مدير موقع يلا كورا كان مشرفنا النهاردة في الستوديو يتكلمنا في العديد من الأمور في أو اللي بتخص بتحديد النادي الأهلي خلال الفترة دي وبالتحديد كمان مباراة الغد أمام فريق حرية كنكري الغيني ولما نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله نواحى نتيجة إيجابية علشان يسهل المؤمرية شوية في مباراة العودة دي طبعا كانت حلقتنا النهاردة من برنامج كلام في الميديا استنوني إن شاء الله يوم الخميس القادم لكن إن شاء الله يوم السادسة سيكون معاكم زملتي العزيزة شيمة صابر